أسعد الله وأوقاتكم بكل خير مشاهدين الأفاضل وأهلا بكم ضمن النشرة الاقتصادية وقع مولاي حفيد العالمي وزير الصناعة والتجارة اليوم عن مجموعة الصينية شانغو دونغ مذكرة تفاهم من أجل استماري مليار وثلاثمائة مليون درهم لإنشاء مئة وسبعة عشر وحدة لصناعة هيكل وخطط الأنبيب الموجهة لنقل الغازي والنفط في موضوع أخر بلغ إنتاج جهة الدك العبد من الشمندر السكر إلى غاية الخمس عشر يوليوز الجاري حوالي مليون ومئة واحد وتسعين الف وستمائة وثمانية وثلاثين طن بقيمة خمسمائة وثمانين مليون درهم ستساهم في إنتاج مئة وسبعين ألف طن من السكر والرفع من قيمة الإنتاج إلى أربع وثلاثين ألف درهم للهكتار ارتفعت النتيجة أصفية لمجموعة اتصالات المغرب إلى ثلاثة فاصل ثلاثة وسبعين مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2014 بتراجعين بنسبة 12.7% مقارنة مع ذات الفترة من سنة السابقة هذا ما أعلنه عبسلام أحيزون رئيس المجلس المدير لمجموعة اتصالات المغرب يوم أمس خلال لقاء مع السحافة اللحظة ننتقل مشاهدين إلى مسجدات بورسة الدار البيضاء ونسهلها بالمؤشرات المحلية والتي أغلقت جلسة التلتاء على وقع الارتفاع وذلك بالنسبة للمؤشرين الرئيسيين مادكس ومازي مؤشر مادكس أغلق الجلسة على 0.05% بمجموعة 7562.14 نقطة ومؤشر مازي أنهر جلسة بـ 0.05% بمجموعة 9259.82 نقطة بالنسبة لأسهم الشركة المدرجة بالبورسة في أقوى الارتفاعة نجد ساميك خودة حل أولا بتسجيله زيادة نسبة 5.04% ليرتفع سعر سامي إلى 146 درهم في المركز الثاني حل سامفيني بغوسيت والذي تحسن بما النسبة 4.51% لينتعيش سعر سامي بـ 159 درهم وفي المقابل تصدر سامريليز ميكاني قائمة أقوى الانخفاضات بخسائر بلغت نسبة 4.31% ليتراجع سعر سامي إلى 305 درهم في المركز الثاني حل سامسي جي بانخفاض نسبته نقص 3.58% ليتراجع سعر سامي إلى 722 درهم بهذا لكم وصلنا وإياكم لختم موعدنا الاقتصادين أشكروا لكم طيبة المتبعة في أمان الله